إيران نرجع رئيس إيران من يجب مع ما اسم رئيس إيران وفقا للمادة خمسة من الدستور الإيراني رئيس إيران هو المهدي وبما أنه المهدي موجود تحت الأرض أو في مكان ما لا نعرفه وفقا لما يقوله إيران فإنه خامني المرشد هو نائب المهدي بيقابله في المنام في الحلم الله عالم المهم يعني وده اللي حصل وإيران تقول هدف إيران والدستور الإيراني كله المكتوب المادة خمسة أن كل إيران وجيش إيران وقوة إيران تعمل من أجل ظهور المهدي وأن المهدي لا يمكن أن يظهر والكعبة موجودة فلابد أن نحن ندمر كل البلاد الإسلامية السنية وطبعا منها تركيا والجزيرة العربية ولابد أن نذهب إلى الكعبة نهدمها وقبر الرسول ننبشه ونستخرج جثمان أبو بكر وعمر وعثمان ونقوم بجلدهم ونجلد السيدة عائشة رضي الله عنها فهذا هو الحلم الإيراني فإيران لن تسمح لأن إيران بالنسبة لها عدوها الأول تركيا والعرب العرب لأن العرب مسلمين سنة فدي العقيدة الإيرانية فلن تسمح أفدا بمرور الجيش التركي على الإطلاق وإن هزم طبعا الجيش التركي يستطيع أن يسحق إيران في ساعتين ولا حتى الجيش التركي قرية في سوريا شوية عزال في سوريا يستطيعون أن يدخلوا تهران في نصف ساعة والله هؤلاء أحفاد معابن أبي سوفيان وإن ترجعوا كده لكتاب نهج البلاغة وسيدنا علي يصف خوف أنصاره من جيش معاوية كان كلهم تعالوا نقاتل معاوية قالوا لا كفاية اللي عملوا فينا معافص فيه وإيران تعرف هذا وتعرف من هم أحفاد معاوية في الشام وتعرف أن أحفاد معاوية قادرنا أن يدخلوا تهران في عشر دقائق والله والله مجرد يقولوا سنذهب إلى تهران لا يهرب بلال إيران منها ولكن المشكلة ليست في جيش إيران للعالم كله يحارب الشعب السوري ترجمة نانسي قنقر